اشتركوا في القناة مع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الكيلو الى ربع بحل هكا. وكنديروها رقيقة باش ضغيه كالطيب ضغيه كتوجد. غادي نديرها في واحد الاناء وغادي نغسلها مزيان وخليها تصفها. وعندي حبة دي الفلفلة. عندي حبة هنا كبيرة. ايلا عندنا الفلفل الانوان ندير الفلفل الانوان انا ما متوفراش عندي. ندرت هاد الفلفلة بحل هكا. وكنحيد لها اللوب ديالها الدخلاني. لكن البابة الدخلانية كنحيدها لها. صافي وكنقطعها هكا على شكل كاري. او ضغيمات هكا كاريين صغار. كنقطعها شوية رقيقة. بعدما كنقطعها حتى هي كنحطها لجن. هاد القغاطة بحل هكا كنديروها بحل كب الخوضر كتجيرها على البنات وجربوها وارضو عليها في التعاليق. صافي وكنقطعها بحل هكا الكيمية اللي عندي. غادي نحطها في واحد الايناء تهيا كنوجدها لجن. وكنحط البطاطة بعدما نشفت غسلتها ونشفت من الماء. غادي نجيب واحد الحبة ديال البصلة. انا عندي هكا البصلة الخضارية ديال الموسم. وكنقطعها بحلقة رقيقة حتى هي. هنا لك تعجبكم البصلة تقدروا تجري جديد البصلة. كتجي فيها الديدة. اخصة الخضارية كتجي لديدة في هذا الوقت. صافي كنقطعها حتى هي رقيقة. كنحطها على جنب. عندي هنا يا واحد شوية ديال الشيف لور. غادي نقطع منه واحد شجارات بحل هكا. هكا الثلاثة الحبة كافين. وكنحلهم بحل هكا. كيكونوا منقين كيكونوا هكا. ما فيهم لطراب لولو. كنقطعهم كرقق وكنغسلهم زيان. كنعصر عليهم شوية الحامض وكنغسلهم. وكنخليهم حتى كينشفوا. كنجيبهم نحط ما كافة نوجدهم. من بعد عندي هنا يا واحد صدر ديال الدجاج. انا عندي صدر ديال الدجاج هكا مجمد. غادي نقطعه. كنقطعه هكا على شكل مربعات. وغادي نطحنه. في نفس الوقت أنا غادي نقطعه وغادي نطحنه وغادي نطحنه وغادي ننجلي تتبيله. صافي كنجيب لها شوارف هكا كنطحنه وكنتبله. كندل واحد الفصل ديال التومة. كندل شوية القصبرو المعدنوس. كندل كثير هكا معدنوس. كندل الملحة حسب الطوق. كندل شوية ديال كمون. و شوية ديال البابريكا او تحميرا. شوية ديال فلفول اسود او الليبزار. واحد الكيمياء قليلة. صافي كنطحن. كنطحن كنطحن هاد الكفتم زيان حتى كتتطحن ديال الدجاج. نحن اللي متوفره عندنا إلا كانت تلحم هكا ديال بقري او ديال الدجاج او ديال اللدان اللي متوفره عندنا. صافي بعد ما طحناها. ثم شفتهم معي اي طحنات. بحال هكا بتتبيله ديالها. كنجيبوا حجاج حبيبات هكا ديال ما طيشة. و كنقطعهم رقاق. كنستمر عليهم كنقطعها رقيقة باش ما تبنش باش ضغية كالطيب. و ما كنجيش هكا بينها. كنحيد لدك العظم من الوسطاني. صافي كنضيفها هكا على الخضار. غادي نجيب واحد اللاطة فاش غادي نضيفها تشي كامل. انا عندي هات الصينية هكا اللي كدخل فران. كنضيف فيها الخضار كلها و كنخلطها. و كنضيف واحد الفصل ديال التومة. كنضيف شوية زيسون قطع. و كنضيف هاد الكفتة. ديال صدر ديال الجيش عندي واحد تلتمية قرام هنا يا را كافية. غادي نتبل كنضيف الملحة حسب الضوء. و كنضيف حمارة او الفلف الحلوة. كنضيف شوية كتير. كنضيف السكنجبير. و كنضيف الفلفل اسود او ليفزار. كنضيف شوية ديال كمون. و كنضيف واحد نسكس ديال النماء. فاش غادي تطيب هاد الخضراء. كنضيف زيت البلدية او زيت الزيتون. و حجر معالق. و كندير زيت الرومية. او زيت المائدة. و كنخلط مزيان. هنا غادي نخلط به دي. باش كتتخلط لنا هاد الكفتة مع الخضراء. و كندير يدي بحال هكو. و كنخلط. كنلبس هاد الخضراء كاملة بها تتبيلة. باش كتتخلط لنا هكو مع الخضراء. و غادي نقادها. كندغط عليها بحال هكو. و كنقادها. هنا جاتني بقي شوية ما تبلدش صافي من هاد الجهة صافي دي برا. كنقادها. قدم الجوانيب. و كنديرها في السمك واحد. باش كتجينها مقادة. سوف نجيب هكو الورق دي للزبدة اللي فزكته شوية الماء. باش ميتحرقش. و كنغطي عليها. كنلبس عليها كامل الجوانيب مزيان. سوف يسخن على ميتين دراجة. وهنا كنغطيب واحد الصينية من الفوق. أو كنديره بحال هكو البابي أليمينيوم. و كنخليها وحد لخمسة واربعين دقيقة. حتى كنطيب لنا الخضراء. نبيها حتى نظر بعض الصينية والسرع. و لأنني نقصت وقوم في الهول و قطرتوه على ميتين دراجة. ولكن مني سخن ورميتها حتى تجعلتوه على ميت وثمانين دراجة الفوق والتحت. سوف يكون نزيد هكو نزيد هكو ندير شوية دي الجبن مبشور. أنا عندي المتزاري الله. نلبس هكو الوجه ديالها بالجبن. و عندي بحالة قدرت شوية ديال الجبن من تحمر. صافي بعد ما كنغطيها بحلاكة بالجبن لاننا غادي رضي الفران كنرضة خمسة دقيق فقط حتى كيدو بليه بحلاكة للجبن وكندين هكا زويتينة تلتزين الزيتو اللي مسوفر عندنا الكحلو ولا هكا الخضر الفران دينا ربقي سخون كنخليها خمسة دقيق بعد ما كندخلها صافي وكننخرجها هي الغطة ديالنوجدات كتجي من أروع ما يكون كتجي لديدة وكننقطعها بحل هكا قد نقطع معاكم واحد المرصوبة تشوفو هكا كندروك وجبة غاداء أو وجبة عشاء وفيها الخضراء يعني الوليدات كي كتعجبهم بحل هكا غدين ادريكم هكا مرصو بعد ما كان مقطعو بحل هكا وكن السوهر بقي سخون تم لشرتو معاكم كيفاش كتجي كتجي لديدة وكتجي رائعة وما تنسوش إلي عجبكم فيديو وما تنسوش شاركوا في القناة وضغطوا على الجرس باش دائما إن شاء الله تتوصلوا الجديد اللي جديد على القناة والإقدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم وعلى المشاهدة وعلى التعليق زوين اللي كاتحطوا لي ونخلكم مع الصور ونقول لكم صحة والراحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته